موسيقى موسيقى مش هيكون سعيد لكن اذا بدنا نتحدث اكثر عن الخسارة كيف منقدر انه احنا نتقبل الخسارة بشكل بسيط قبل ما نتحدث عن الاطفال اولا اشكرك بسم الله الرحمن الرحيم وحقيقة هذا موضوع في غاية الاهمية ان نناقش وخاصة نحن خرجنا من انتخابات نيابية وكان فيها فائز وكان فيها خاسر وحنستقبل امتحان الثانوي العام وحيكون هناك ناجحين وحيكون هناك لم يحالفهم الحظ وحقيقة الحياة هي سنة الحياة فيها ربح وخسارة فيها ناجح وفاشل بالمفهوم ليس بالمفهوم اللفظي وليس بالمفهوم الذي فيه نوع من التحقير او الازاءة للشخص ونقول الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة خلق الخير وخلق الشر وهو ابتلاء من اجل ان يرانا كيف نتعامل مع الخير وكيف يرانا نتعامل مع الشر ولا شك انه حتى الطفل عندما يبدأ يعني حياته في تعلم المشي هو يحاول خمسمائة مرة يقول العلماء ان الطفل لو انه يعني يأسى واحبط من المحاولة الثالثة او الرابعة لن يمشي احد يعني من البشر كل البشر لن يستطيعوا المشي ولهذا الحياة دائما هي خبرات وتجارب من اجل يعني نتقدم ونحقق نجاح لكن الفئة اللي احنا نتحدث عنها انه هي الفئة التي يعني الفشل والخسارة تحبطهم وتشكل انتم يأس وقنوط وبعض الناس يبالغ نعم يبالغ كثيرا جدا في التأثر بقضاء الفشل لدرجة بعضهم يفكر في الانتحار نحن نشاهد مثلا في الثانوية العامة وحتى ردات الفعل اللي بتعبر عن الادوان مثلا لدى البعض ليش لانه احنا اصلا لم نربي يعني ابنائنا ولم يعني يكن هناك اهتمام بالتعامل مع الخسارة والتعامل مع الهزيمة عندنا احنا كأنه تضخيم الذات وهوس الكمال انه كل شيء لازم يعني نحقق في الدرجات العليا لا هذه الحياة موزعة الادوار ليس بالضرورة انه كل الاشخاص في العالم او في المجتمع يحققوا نفس النتائج التصور الان مثلا لو تطلع انه تنوي العامة وانه كل الطلاب جايبين 95 نفس المعدلات لا هذا توزيع ادوار وهي مرتبطة بالقدرات ويجب ان يقبل كل انسان يعني هذا النتيجة باعتبار انها تشكل قدراته ويجب ان لا يحبط نحن نتحدث هنا عن رسالة ان الخسارة والهزيمة ليس نهاية الدنيا وان الفرق ما بين الانسان الناجح ان الانسان الناجح قد يكون لديه كبوة ولكنه عاد وحاول مرة ثانية لكن الانسان الفاشل او الانسان الغير ناجح هو حاول وخسر وتوقف وانتهت محاولات نهاية الدنيا واعتبر ان الخسارة هي نهاية الدنيا وبجوز احنا حقيقة يعني لو احنا نعمم هذه الصورة على ادوار الحياة المختلفة بنشوف مثلا في الطلاق لا سمح الله لو نقول كيف تحصل بعضهم بحسب الهزيمة النفسية خاصة ممكن النساء اكثر تأثر بذلك ومتعتبر انه هذا انتهت يعني فرصة في الحياة في تجديد حياة جديدة وكذلك في الدراسة وفي الانتخابات ومجالات الحياة المختلفة احنا رسالتنا ان شاء الله هتكون ان الخسارة ليست هي النهاية وانما هي محطة من المحطات من اجل ان نبذل الجهد مرة اخرى من اجل ان نحاقق نجاح طب دكتور بالنسبة هلا احنا كنا عم نحكي عن الربح والخسارة بشكل عام ويمكن حتى احنا وكبار زي ما تفضلت من واجه كتير مواقف وممكن ان نوع من انواع الخسارة في حياتنا في سلسلة حياتنا ممكن انه يحبطنا نعم صحي لا فاذا بنا نحكي عن الاطفال احنا اذا بنا نتعامل مع الاطفال بطريقة انه احنا نعودهم او نعلمهم تقبل الخسارة مش عشان احنا بناياهم خاسرين لا لانه زي ما تفضلت انه الخسارة يمكن نوع من انواع التعلم ممكن انها ايجابيات وانا فوائد للنجاح دائما بقولوا حتى انه كل ما جربت انا عم بكتشف طرق جديدة للنجاح عم صحي عم بكون خسران كيف ممكن الاهل بطريقة بسيطة ولو انه موضوع اكيد كبير يمكن حلقات اكثر لكن بشكل بسيطة يتعاملوا الاهل مع الاطفال نعم على قضية عدد المحاولات مثلا عدس جرب 999 مرة وعندما سئل قال ماذا استفدت قال استفدت انه المصباح لا يضيء ب999 طريقة ولكن يضيء بطريقة واحدة وحتى يعني في ثقافتنا وفي ديننا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم قد يكون مثلا حتى الفشل فيه خير ممكن بقوي من مناعتنا ومن خبراتنا في الحياة لكن نأتي الان الى دور الاسرة في التعامل مع الاطفال نحن نقول قضية انه دائما اذا كان هناك مبالغة في التعبير عن مظاهر الفرح والحزن هذا الذي يعني يسبب الالم الكبير في حال الخسارة لهذا يجب ان نكون معتدلين امام ابنائنا ونحن يعني صورة تمشي امامهم ويتعلموا منا باعتبارهم يعني بتعلموا من خلال التقليد من خلال التقليد يجب ان لا نبالغ في الحزن ويجب ان لا نبالغ في الفرح الامر الاخر انه يجب ان نذكرهم في حال الخسارة بالصفات الايجابية التي لديهم وانه يمكن ان يعني يعوض الخسارة وان مدام هو يعني على قيد الحياة ومدام يتنفس ومدام هو يمشي ومدام لديه يعني قدرات واستعدادات يستطيع ان يحقق النجاح الامر المهم جدا اللي هو البرمج الايجابية يجب ان نغرض في نفوس ابنائنا البرمج الايجابي للذات انه انا لدي القدرة ولدي الاستعداد على النجاح وتحقيق الانجازات لانه البرمج السلبية هي احد العوامل الاساسية اللي بتخلي الانسان ما يحاول مرة اخرى اما اذا انا والله بظل وصل رسالة لنفسي انه لدي القدرة ولدي الاستعداد ولدي من الذكاء والقوة ما اصبح ان يحقق به الانجاز هذا يأتي من خلال الاباء والامهات انه دائما برمج ايجابية ومن الخطأ الكبير ابعض مرات يعني بجوز كلمات نقتل بها ابنائنا عندما دائما نذكر بفشله ودائما اشترار الماضي في قضية الفشل هو الذي يحبطنا يعني اذا احنا منظل نذكره انت تذكر انك بشلت انت بتذكر انك قصرت هذا كله برمج سلبية وهي من الاشياء التي تسبب له يتسلل الى داخله ما يسمى بالكسل وما يسمى بالفتور وهي بجوز من الفيروسات القوية التي تؤثر على عملية النجاح معادلة الفشل هي ضعف ايمان وضعف تصميم وارادة وعدم تنفيذ لانه الفاشل هو لم يجرب الناجح جرب طب دكتور عفوا نهلا مثلا ممكن انه اشخاص كتير بيبائي يعني لاحظوا على ابنائهم خلال مثلا لعبهم او شي انه ممكن اذا فشل في لعبة معينة اذا بنسميه فشل لو انه انا بكره هاي الكلمة لكن اذا خسر خلنا نقول يمكن في لعبة ما او في ها ممكن انه يصبح عدواني صحيح مع الاطفال اللي حواليه كيف ممكن انه يتعاملوا الاباء والخلومهات مع مثل هيك حالة نعم هو مفهوم يعني الفشل عند المرحلة الطفولة يعني هذا مصطلح غير موجود يعني في قاموس التربية نحن نتكلم مثلا في الدراسة عن تدني مستوى تحصيل انه مستوى تحصيل ليس يعني متدني الاهم بالنسبة الى مثلا بتخريب الالعاب والممتلكات قد تكون خصائص المرحلة العمرية اصلا اللي هي فيها هي مرتبطة بالاكتشاف ويريد ان يكتشف من خلال عملية التخريب ممكن انه يضرب مثلا لعبته في الارض حتى مثلا يرى ماذا يحدث لها لانه بتصورها انه انسان فعندما هو يكتشف لا تتألم وانه لا تتأثر فهو يكتشف ان هذا جماد لانه عملية اكتشاف نحن يجب انه نكون يعني اذا عرفنا خصائص المرحلة الاطفال وانه قضية انه هذا ليس مرتبط بالربح والخسارة لانه كيف هم اصلا يعني بصيروا عدوانيين لانه احنا منذكرهم بنقوله انت فاشل انت مقصر انت اقطاع عدواني دائما عندما يكون هذا التذكير فهو ردة فعل سلوك الاطفال معظمه هو سلوك دفاعي وليس هجومي الطفل اصلا عندما يكون عدواني مثلا في التذكير عندما نذكر بهذه الاشياء يريد ان يدافع عن نفسه من خلال التمرد ومن خلال الصراق ومن خلال ممكن الادواني اتجاه الاهل واتجاه الادوات اللي موجودة في البيت الاصل دائما ان يكون هناك اولا تغافل عن الاخطاء وتسامح كمان مع الاخطاء والفشل يعني احنا مش لازم دائما نقف على كل صغيرة وكبيرة ودائما نذكرهم نقولوا ليش هذه يعني احنا دائما يجب ان نبحث عن اسباب الغصار ونضع الحلول ونزاعتهم في وضع الحلول وكمان عندما نعلمهم الاستقلالية وتحمل مسؤولية الخطأ فهذا هو الذي يعزز من شخصياتهم وينمي من ثقته بذاته وبجوز اختي سندرا نقول يعني عبارة انه الواجب الاول ان ينموا ثقة الابناء بانفسهم لانها هي المضاد الحيوي القوي جدا الذي يحميهم من ان يكونوا فريسة للفشل وللاحباط وان يكونوا عبيد كذلك لمشاعر الحزن التي يمكن ان تظهر لديهم في حالة الفشل وفي حالة الخسارة هذا اذا يتعلق بالاطفال فما بالك بالكبار اذا نشأ وهو لم يتعلم فبالنسبة له يعني الخسارة هي مؤلمة جدا وتبقى يعني معه كثير من الناس ما زالة يعني تحت وطأة مشاعر الحزن او حتى مشاعر الفرح احنا بجوز كلمة قليل عن يعني مثلا هوس الكمال وكذلك ادمان النجاح احنا ما لازم انه ابنائنا يحسوا انه دائما يجب ان يبقى ناجح الى ما لا نهاية لا يجب ان نعرض لمواقف يجب ان يخطي فيها من اجل ان يرى الاخر فيما لو فشل كيف تكون مشاعر طب دكتور يمكن في دقيقة بس حابة اعرج على موضوعين هل كيف نقدر نكتشف من خلال تصرفات ابنائنا انه هذا الطفل يعني بدأ يعني تظهر عليه اعراض عدم تقبل الخسارة ونقدر حتى نحاول نعالجها وسؤال اخر هل تحميل الاطفال في قدراتهم ممكن انه فعلا يأثر سلبا في هذا الموضوع بدي ابدأ من السؤال الثاني النجاح هو ان نكون بعمل نعتقد اننا لا نستطيع ان نكون به اذا قام الطفل باعمال عادية فهذا ليس نجاح يجب ان نقول لهم الامر المهم اذا ظهر مثلا مظاهر العزلة انه فشل في علاقة اقامة علاقاء الصداقة فابتعد عن جماعة الرفاق ولم يمارس اللعب معهم فهذا مؤشر على انه لا يتقبل الخسارة اذا اظهر مثلا مظاهر الرفض والصراخ والسب والشتم وغيرها من المظاهر التي تعبطه للهزيمة فهذا يدل ان لديه مشكلة الاصل انه احنا نحاول ان نعالجها بالبحث عن الاسباب وتنمية الثقة بالذات والاستقلالية فهذا هو الذي يحمي ابنائنا وينشأوا بالمستقبل لديهم قدرة على مواجهة الخسارة نعم دكتور بدنا نشكر حضرتك نشكر معلوماتك يعني زي ما قلنا موضوع طويل ان شاء الله منتناوله في خلقات كمان ايضا قادمة بدنا نشكرك دكتور صالح البركات اكيد حضرتك استاذ مشارك في اصول التربية شكرا اليك وشكرا لحضرتك نتمنى دائما التوفيق ودائما تقبل الخسارة ودائما النجاح الله يسعدك شكرا اليك